أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري بالدوحة يبذل جهود المكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضح المصدر استمرار مفاوضات الدوحة لليوم الثاني وسط محاولات تقريب وجهة النظر مشيرا إلى أن هناك تعاون مصريا قطريا أمريكيا من أجل تقريب وجهة النظر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار جهود مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة من قبل الوسطاء للوصول إلى صيرة توفقية لهدنة بشكل عاجل تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولو مؤقتا ويبذل وفد التفاوض المصري وهودا كبيرة في الدوحة حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك تعاون مصريا قطريا أمريكيا من أجل تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتغيب عن مفاوضات الدوحة حركة حماس واعتبرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل هذه المفاوضات فرصة أخيرة محتملة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتحرير المحتجزين وعزز ذلك التوجه أن وفد التفاوض الإسرائيلي نال مساحة صلاحيات معقولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق هيئة البث الإسرائيلية وهو ما أكدته صحيفة هارتس الإسرائيلية وفي أول تعقيب بشأن مفاوضات الدوحة وصف البيت الأبيض البداية بالمشجعة ولفت إلى أن ما تجري مناقشته هو كيفية التنفيذ وليس نقاشا عن إطار الاتفاق كاشفا عن أن الجانبين اطلع على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدم تغييرات عليه وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وبينما يكتمع المفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أهداف في القطاع الفلسطيني حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة أربعين ألفا بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال شكرا